أكد سعدة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أهمية إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الطبي الخاص من خلال تأهيلهم وتدريبهم بالتعاون مع الجهات المختصة وشدد الوزير على أهمية إدماج الكفاءات الوطنية في سوق العمل في ضوء خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الموقرة خاصة في عدد من القطاعات الواحدة وكشف حميدان عن تنفيذ عدد من المبادرات النوعية الهدفة إلى إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الطبي الخاص تقوم على التأهيل والتدريب والاستفادة من قاعدة البيانات التي ستسهم في تنظيم عملية الترويج لأصحاب العمل بما يسهل توظيفهم في القطاع الخاص سواء في التخصصات والمهن الفنية أو التخصصية منها والوظائف المساندة بما يتناسب وتخصصاتهم الطبية من جنبها أوضحت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن القطاع الطبي الخاص في البحرين يشهج نموا متسارعا مع زيادة عدد المؤسسات الطبية والتي توفر العديد من فرص التوظيف المجزية متطلعة لأن تتكلل الجهود المشتركة بالنجاح نحو الزيادة المطلوبة في نسب استقطاب وتوظيف البحرينيين في هذا القطاع الواعد والجاذب للمواطنين مؤكدها تنامي التعاون الإيجابي مع القطاع الخاص في توظيف الباحثين عن عمل واستفادتهم من المزايا التي تقدم لهم ترجمة نانسي قنقر